نحن دلوقتي في قرية اسمها قرية الجوادية مركز بالقاس بمحافظة الدقهلية هذه القرية هي القرية التي ولد فيها القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي سنة 1939 في شهر فبراير هذا الرجل ظهرت موهبته منذ طفولته على الرغم أنه كان كفيفا يعني هو ولد مكفوف وفاقد البصر ومع ذلك الأسرة اكتشفت أنه الشيخ أحمد أبو المعاطي كان موهوبا في حفظ القرآن الكريم وفي نفسي ورغم أكتلا أستاذ حامد أنا عايز يعني مش عايز أعرف الميلاد وكده بالنسبة للشيخ لكن أنا عايز زي ما أنا قلت في المقدمة العلاقات الإنسانية الخاصة بالشيخ وأنا مع ابن الشيخ فكيف كانت علاقة الشيخ بولاده علاقته بكم كأب ياريت تكلمني عن هذا الأمر والله العلاقة بيننا كانت كويسة جدا جدا وكان دايما نعطينا الحرية في كل شيء بس في حدود المطلوب يعني واخد بالحضرتك ويعني ما أدرش ولا أكتر من كده طيب هو كان بيهتم بالقرآن في البيت طبعا أكيد طبعا كان بيراجع القرآن دايما وكان دايما حتى في البيت دايما القرآن شغال في البيت دايما على طول وكان دايما يذكر نبيه على طول ويذكر نفسه دايما قرآن دايما قرآن دايما قرآن دايما وقتهم بيراجع ومن خطو الشخام رنماطي دايما أي ميتم عندنا في البلد كان يعمل الواجب أي حفلة عندنا في عائلة الشيخ شكر براي كان يقوم بالميتم كله من مساريف من كل شيء يعني كان هو يعتبر هو الراجل بتاعنا في قلب البيت لدرجة أننا كلنا نعتبره كبير البيت كبير العيلة أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة والمباشرة من قناة الرحمة الفضائية الغراء بعنوان أعلام الأمة وأعلام الأمة الحقيقة البركة بتاعته زادت أوي مع الاهتمام بقراء القرآن الكريم وخاصة لما تناولنا هؤلاء الأعلام الكبار وأنا بدعو كل السادة المشاهدين من أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي وأبائي وأمهاتي بدعوكم كلكم إلى أن أنتوا تدخلوا على موقع قناة الرحمة الفضائية www.arrحمة.tv عندك هتلاقي في عدة أيقونات كده منها حلقات البرامج بتطلع كل البرامج اللي أنت عايزها وبتشوفها لأن الحقيقة أنا بأكد على هذا الأمر ليه؟ لأنه البعض مثلا بيقول لي يا أستاذ محمد إحنا عايزين الشيخ عبد الباصد عبد الصمد فبقول له الشيخ عبد الباصد عبد الصمد إحنا تناولناه في حلقتين في أعلام الأمة فإنت ترجع لموقع القناة أو على جوجل ممكن تكتب أعلام الأمة وهطلع لخير كبير قوي قوي وبالإضافة إلى موقع القناة طبعا وموقع القناة موقع رائع ويعني يتم الاهتمام بهذا الموقع متصوروش قد إيه وبيتم تحديث هذا الموقع دائما من آن لآخر فأنا بديعيكم كلكم إلى أن تشوفوا هذه الحلقات وغيرها على موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv اللي مش عارف بقى إنجليزي وأكيد يعني كل اللي بيدخلوا على الإنترنت يعرفوا إنجليزي طبعا أكيد يعني بس اللي مش عارف يكتب إنجليزي أو بيكتب بس كده هو موقع قناة الرحمة على جوجل فبيطلع له الموقع بيشوف الخير اللي موجود في القناة تناولنا عدد كبير جدا من الحلقات عن القراء الشيخ عبد الباصد عبد الصمد الشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ محمد رفعت الشيخ محمود علي البنة كل الشيخ شكر البرعي الشيخ حمد الزامل الشيخ محمد عبد العزيز حصان قائمة كبيرة من البركة حلت على هذا البرنامج الحقيقة هذا الكلام بيأتي في إطار اهتمام القناة بالقرآن الكريم وبقراء القرآن الكريم وأنا الحقيقة من حسن حظي عايز أقول لكم على حاجة يعني سر أنه فعلا القائمين على هذه القناة سواء أخي وحبيبي الشيخ محمد حسان أو أخي وحبيبي محمود حسان أو أخي وحبيبي حسن حسان كل القائمين على القناة من هوات سماع القرآن الكريم يعني تلاقي المكتب بتاعه مليان قرآن الكريم اللابتوب بتاعه مليان قرآن الكريم العربية مليان قرآن الكريم فوحنا وأنا كمان من هوات القرآن الكريم كلنا في القناة وكل العاملين في هذه القناة من هوات القرآن الكريم من حب جدا سماع القرآن الكريم والأصوات الرائعة الجميلة حنبدأ حلقة الشيخ أحمد أبو المعاطي بهذا الاتصال سلام عليكم الحاج مصطفى أيها باشا سلام عليكم كل عام خير كل عام انت بخير يا حبيبي انت لابت من حضرتك القصيدة اللي هي كانت بتاع الحاج يا مكة الخير نعم يا مكة الخير الله يكرمك آه صح أنا تحت عمرك طب أوصلها لك إزاي أوصلها لي معاند الشيخ عمر الحاج الشيخ عمر فودا آه قال لي شو يا محمد قال حاج مصطفى السيد الحاج مصطفى السيد أهلا 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 حاج مصطفى أهلا بي إزاي يا حبيبي عامل إيه إزاي ساحتك كيف حالك يا حاج مصطفى كل سنة انت طيب يا حبيبي دعني نشوف حضرتك في العيد بقى أنا ما أمكنش يا حبيبي تحت أمرك ده أنا خدام والله يكفي عن انتسابي لهذه العائلة الطيبة المباركة والله الله يكرمك وإن شاء الله قصيدة يا مكة الخير هتوصلك إن شاء الله في خلال يعني أيام قليلة بإذن الله تعالى وأنا تحت أمرك يا حاج مصطفى بارك الله فيك فالحقيقة أنا بكمل لحضراتكم إنه كلنا من هوات القرآن الكريم لذلك فيعني ظهرت بركة القرآن الكريم بتناول هؤلاء الأعلام جميعا ودلوقتي العالم اللي معانا وبيدي تاني حلق بالنسباله وهو فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي قارئ الإذاعة والتلفزيون رحمه الله رحمة واسعة واسكنه في سيحة جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة اتصال سلام عليكم أهلا بك أخرب العزيز أزاك يا حبيبي عامل إيه كل سنة حضرتك طيب كل سنة أنت طيب يا حبيبي أهلا وسهلا والله أنا كنت معك مرة الشيخ أحمد أبو المعاطي الرجل ده والله أنا حب أقول عنه حاجة أساس محمد نعم الرجل ده والله كان يعني كان رجل طيب وكان بيتق الله اسمه نعم وكان دايما يعتف على الفقراء والمشاكين وطول ما هو قاعد دايما وإحنا راحين الفجر يقول لك باسم اللي ورد كده مخصوص يقرأ ويقول لك نعود كده يقول لها إله إلا الله عمره ما تكلم في سيرة حتى اللي بالخير اسلام وكان ابنه دايما يعاملني كإن أخوه بالظبط بس حالة الله يصلح حاله والحجة المحامد ربنا يبارك فيها ناس طيبين وخيرهم على جميعنا وبيتهم مفتوح حتى بعد مماته الله يا اسم محمد ماشاء الله وبعدين كان راجل طيب وكان أهل القرآن كان بيكره القرآن كان عالما قد تكون قارئا نعم وبعدين يا سيد محمد ربنا يبارك فيك وفي حضرتك ويغفر بشي رحمه ورحمه وبيتهم مزال مفتوح لأهل القرآن جميعا الله 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 فأنت يا سيد محمد نتمنى من الله أن تدعو لنا حاضر يا حبيبي أدعو لك يا حبيبي بالصحة والعافية والستر وأن يسترنا الله وإياك والمسلمين جميعا وأن يحفظنا بالقرآن الكريم أن يربي لنا أبناءنا وبناتنا وأن يستر عيوبنا يا رب وينفعنا بالقرآن الكريم الحقيقة الأخ عبد العزيز مكلمته أثرت فيه كتير قوي قوي لما بيقول أنه الشيخ كان دائم التعلق بذكر الله عز وجل لأنه الله هو يعلم طبعا هذا أنا وحافظ للقرآن الكريم ويعلم هذا أنه الذكر يريح القلب دائما إذا كنت متعلقا بذكر الله تبارك وتعالى ارتاح قلبك لذلك دائما أنا يعني دائما أردد الآية الكريمة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب خذ بالك أنه فيه عكس هذه الآية هؤلاء الذين دائما لا ينشغلون بذكر الله عز وجل وأنا مش بقصد يعني ذكر الله أنك أنت تمشي تسبح أو تمشي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتنشغل عن عملك لكن ذكرك لله وأنت مخلص في عملك ذكرك لله وانت معاك يعني حتى كلمة عندنا كمصريين بنقولها دايما ربنا يسهل كلمة حلوة و جميلة أدي ذكري لله يا الله سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل ده ذكري لله أجأ سمي بسم الله الرحمن الرحيم و أنا داخل و أنا خارج و أنا رايح و أنا جاي أو ده ذكر كل لله ولذلك تطمئنه نفسك و يطمئنه قلبك فيه بقى بعكس هذا لما تلاقي ومن أعرض عن ذكري شو بقى النتيجة فإن له معيشة ضنكة يبقى هو محتار ومحتاس في حياته يعمل أنا والله العظيم بشوف ناس أصحاب أموال عندهم ملايين ومع ذلك مش مرتاحين يقولك أنا بعرفش نام أنا مش مرتاح أنا حياتي كلها تعب ليه تعرف لأنه هو كان الشيخ الشعراوي أستاذنا وشيخنا رحمه الله رحمة واسعة أنا سمعه بيقول دعاء جميل قوي جميل بيقول اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا وفي الحالة دية مش هتحس أبدا إنك انت تعبان ناخد لتصال دا سلام عليكم الأستاذ أحمد 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 أبو المعاطي أحمد أحمد أبو المعاطي أهلا يا باش مهندس أهلا يا باش مهندس أهلا يا باش مهندس أهلا يا باش مهندس أنا بس أعمل ثلاث مؤقت سريعة كده عشان وقت البرنامج طبعا تفضل يا خبيب أول حاجة إن أنا بشكر الشيخ محمد حسان شيخنا الجليل الكريم أحد أفضل علماء الأمة طبعا خلقا وعلما بشكر حلقة طبعا عزي محمد على زي دقواك المعدوة دا أي كلمة أنا بكتبسة من حياة الشيخ محمد أبو المعاطي واللي حضراتكم في تجعارة حاليا على قناة الرحمة أدامكم الله طبعا بالصحة والعافية بشكوك كتير كتير على البرنامج بشكوك كتير إن أنتم اهتمتوا بولدي واهتمتوا بأحد أفضل علماء الأمة يعني أنا مش حابب إن أنا أتكلم كده على والد لأن العالم كله بيتكلم نعم دي أول حاجتنا حاجة أنا عايز بس أذكر حاجة بستخالط ربنا طبعا أعلم بيها ربنا هو اللي شاهد عليها إن أنا الحمد لله السنة دي ربنا كرمني وحاجة بيت الله وإن شاء الله الحمد لله يعني هذا بتكلمني من السعودية أو لإيه أه من السعودية من السعودية أهلا بيك أهلا بيك فضل الله بي ربنا تقبل إنا ومنكم ربنا يخليك يا زم حمد حاج مبرور وزنبي مغفور إن شاء الله الحمد لله الحمد لله وأسماء أبامي الجامرات في فقيت بوالدي قدام عناية الله الله مشاء الله يعني أنا يعني ربنا اللي شاهد على الكلام دي طبعا إن ربنا واحد أقول لعالم لما أصدق صادق يا حبي صادق يعني فقيت بوالدي طبعا قدام عناية أنا مددتش تمالة نفسي من هول الموقف يعني بصراحة أنا نهارت بصراحة طبعا يعني ربنا لما بيكون رايد لحد الخير يعني بيأطيله من أوسع الأبواب طبعا سبحان الله وطبعا يعني ما نصفش الحرار طبعا مدى السعادة والفرحة اللي أنا كنت فيها لما شفت والدي في أسماء أبامي الجامرات يعني يا عزي محمد والله العظيم موقف ما يتوصف يا السلام لدرجة أن أنا عجزت فعلا أن أنا أوصفه يعني أنا أول ما أقول الكلام ده على فكرة الله أول ما أذكر الكلام ده الله يعني موقف يا عزي محمد والله ما يتوصف دي تاني حاجة تالت حاجة أنا أحاول أقدم عزاء واجب يعني اليوم توصف حمال السعادة ده أحمد ومعاطي دوقيا طبعا اليوم توصف حمال فأنا أحاول أن أقدم عزاء واجب نعم البصرات الكريمة وبسكر أحدك كرياز محمد على زي الحارة الكظمية الله يكريمك يا حبيب بارك الله فيك شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا فأهل القرآن طبعا هم أهل الله وخاصته والحقيقة هم أكبر الذكر هو تلاوة القرآن الكريم والشيخ أحمد أبو المعاطي كان من هؤلاء الخاشعين من هؤلاء العاملين بالقرآن الكريم وأنا يمكن في الحلقة اللي فاتت قلت لحضراتكم كلمة أثرت فيها كتير قوي لما الأخوية الشيخ محمود حسان بيقول لي ده أبويا كان بيحبه وبعدين دون أن يعلم أخي حسن بهذا وبعدين تعرف بقول له أنا هاخد مين الأسبوع الجاي فقال لي مين قلت له الشيخ أحمد أبو المعاطي قال لي ده أبويا كان بيحبه كم أثرت فيه وفي نفسي وفي قلبي هناخد دلوقتي فيه لقاء مع الأستاذ حامد أحمد أبو المعاطي هيتكلم شوية عن هذا القارئ العظيم أكيد في مواقف إنسانية كثيرة في حياة هؤلاء العلماء وهؤلاء القراء وهؤلاء الأعلام احنا اتكلمنا مع الأستاذ حامد أحمد أبو المعاطي عن بعض هذه المواقف وعن علاقة الشيخ رحمه الله بأبنائه وزوجته وأهله لكن دلوقتي برضو أكيد في مواقف أخرى إنسانية لابد أن نتحدث عنها مع الأستاذ حامد أحمد أبو المعاطي أستاذ حامد أكيد الشيخ الله يرحمه يمكن كان عنده وأنس مات الكلام ده مش منك بس وإنما من أكتر من واحد إن كان عنده شيء من الزهد الزهد ده اللي إحنا فقدينه في حياتنا المعاصرة يعني لأنه معروف إن حياتنا حياة مادية إلى حد ما لكن أنا أعرف إن الشيخ أحمد رحمه الله كان معروفا بالزهد ياريت إذا فيه موقف أو أكتر علشان نتعلم منه وكان فيه موقف إحنا كنا مرة بنفتتح مسجد في صلاة الجمعة في الإزاعة وكان المسجد ده يخص الحج محمود العربي صاحب بنصانعة الشيبة خلصنا صلاة الجمعة وبعدين الحج محمود جل الحج وداله زار فيه كده فيه خمس تلاف جنيه فالحج بيقوله إيه المبلغ ده وكده قاله يعني نظير بس نحاق جيت عملت صلاة الجمعة وكده يعني فقاله لأ أنا ما بيخدش فلوس من مسجد خالص نهائي فلو أنت مصرة تتبرع به المبلغ ده تتبرع به للنقابة الكرة أو للناس المكرعين اللي هم الغلابة يعني فيه يعني أنا أعرف إنه كان بيرفض إنه هو مثلا حد يتفق معه على حاجة ويروح مثلا حد يعرض عليه عرض أكبر فيروح للأكبر كان بيرفض هذا يعني مش كده برضو ولا إيه وأنا أذكر برضو كنا كان مدعي لقراءة حفل في البحيرة واللي اتصل به يعني كانت ظروفه على قده شوية حتى المادية بسيطة فالحاج قال له خلاص أنا هاجي لك وما تقلقش خالص فبمجرد ما قفل مع السم على التليفون جاله تليفون آخر بليلة جنبه هنا في قرية جنبنا هنا وبعرض أعلى من العرض الأولين بكتير كان خمس أضعاف أو بست أضعاف ولكنه رفض فقلت له ليه بترفض قال لي لأ أنا طالما ديت كلمة للإنسان خلاص لازم أكمل مع المشوار فروحنا خلصنا الليلة وبعدين جيل صاحب الليلة بيحسبني بيديه للمبلغ فالحاج قال لي لا خليهون أنا مش أخد حاجة لأنه كان يعني طواطجي صريح معامل بداية وقال لي أنا ظروفه على قدي فأنا احترمته جدا جدا يعني الله يرحمك يا شيخ أحمد طيب المشايخ يا أستاذ حامد بيبقوا مشهورين دايما بخفة الدم ولما كده بيعودوا مع بعض يعني بنحس أن القاعدة بتاعتهم قاعدة جميلة ولطيفة وأكيد الشيخ أحمد كان كده يعني معروف بخفة الظل أيضا تفتكر له حاجة من المواقف الطريفة أفتكر مواقف كنا في الصيف وكان ماد على قرية ميتم في مدينة أحدى مدن الأهلية وبعدين أنا كنت يعني كان يهو دايما في السيارة بشغل تكييف السيارة على طول دايما فلما وصلنا عند العزاء فرفض النزول من السيارة فبقول له يالله إحنا شنطين نزله كده فقال لي لا أنا مقدرش نزل من التكييف ده جو حر يريد تجيب لي المايك عندي هنا في العربية يريد تجيب لي المايك هنا ونقرأ ونقرأ في العربية ومنزل لحبه للتكييف يعني لحبه للتكييف وكان بي الله يرحمه شكرا جزيلا يا أستاذ حامد على فكرة اللي عجبني في اللقاء ده الشيخ أحمد الله يرحمه زي أنا بحب التكييف جدا لذلك الجماعة هنا بيعانوا مني في موضوع التكييف وده طبعا يعني بتبقى سبحان الله قابليات يعني كل واحد بيبقاله قابلية وانا الحمد لله مرتاح جدا انه احنا بنهتم في القناة بالقرآن الكريم وقراء القرآن الكريم وفيه حقيقة بلمدخل تذكرت حاجة وقلت انه من قبيل يعني الشيء بالشيء يذكر ومن قبيل آخر يعني لا بد إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل فأنا الحقيقة يعني أشيد كثيرا في أعلام الأمة بوسيلة موازية لشاشة قناة الرحمة وهي جريدة للرحمة الغراء الفاضلة هذه الجريدة التي تهتم أيضا كثيرا بالقرآن الكريم وفيها أسبوعيا تفسير للقرآن الكريم لأخي فضلة الشيخ محمد حسان أسبوعي بحيث انك انت ممكن تعمل مجلة تفسير من جريدة الرحمة يعني ممكن انت داخل كل عدد بتلاقي في صفحتين تفسير لفضلة الشيخ محمد حسان الصفحتين التفسير دول ممكن حضرك تعملهم كمجلد في نهاية مثلا كل سنة ممكن حضرك تحرص تماما على انك انت يكون عندك مجال علمي وسيلة علمية انك انت بتقرأ الموضوعات بملفات يعني مثلا جزاهم الله خيرا العاملين كلهم في جريدة الرحمة وهي شقيقة قناة الرحمة جزاهم الله خيرا جميعا يعني ان هم على رأسهم طبعا اخي محمود حسان واخي ملهم العسوي وكل العاملين في الجريدة كناس بتعمل لله سبحانه وتعالى بيقدموا لنا جرعة علمية وجرعة قرآنية بتفيدنا كلنا لذلك ممكن احنا زي ما قلت الحضرية تجمع تفسير الشيخ محمد مثلا في سنة كاملة هيعملك مجلد هيبقى انت اللي عامل المجلد ده فده اهتمام كبير جدا بالقرآن الكريم في ملف مثلا زي ملف التنصير زي ملف التكفير زي ملف الرد على الشبهات ممكن تعمل لنفسك كتاب تعمل لنفسك كتاب من خلال هذه الجريدة بس انت كل ما عليك انك انت اسبوعيا تكلف مثلا البائع الجرائد اللي جنبك او اللي قريب منك يعمل حج انت احجز لي هذه الجريدة وانت بتكسب سواب الدنيا والاخيرة والله ليه لانه هذا العمل هو عمل رائع وعمل ممتاز ويقدره كل انسان بيفهم في هذا الدين وكل انسان خاشع هناخد الحج سناء ونكمل ان شاء الله السلام عليكم يا حج سناء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبرك الله فيكم جميعا عايزة اقول رحم الله شيخنا احمد ابو المعاتي وطيب صراح وشيوخ المسلمين جميعا وجعلنا وإياهم مع شيخنا الأكبر والأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عايزة اقول كمان التفاعل مع ايات الله لا يتوقف على متعلم او مثقف فقط يتوقف على الفترة السليمة وضقوة الله وأمي رحمها الله وأموات المسلمين كانت تتفاعل مع القرآن لدرجة لفتت نظري وأنا صغيرة وعندما فهمت وتعلمت عرفت أنها الفترة السليمة التي أوضعها الله في كل إنسان على وجه الأرض وما ربك بظلام للعبيد اللهم اجعلنا من القاشعين المتدبرين العاملين آمين وجذاكم الله خير يا رب يا رب بارك الله فيك يا حج سناء أختنا الفاضلة الدكتورة أم محمد من الإمارات نرحب بحضريك كتير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته شيخ أنا مو الدكتورة أهلا وسهلا الله يخليك الله يزاك خير تفضلي يا أم محمد لا الله يخليك مساطين يكبر من حجمي أولا شاب شكرك على البرنامج برنامج برنامج رائع وحلو ثاني شاية شكرا سيدا سناء وايد ما جباب في فقرات يتقدمها دائما ما شاء الله عليها متابعة للبرامج كلام هوايد حلو وظهر أنه يمكن هي دكتورة مبناء ناشو الله الله يخليكم الظريف بعدين تجبني غصائص كوايد عندك مجلد عندك كتاب يعني ممكن أنا أطلبه من مصر إن شاء الله إن شاء الله ما في يعني ما شاء موجودة دناء طيب حضر هو عموما عموما يا أم محمد الإخوة في الجريدة سامعين حضريك دلوقتي وممكن هذه الشكوى تصل إليهم وإعرفوا إنه موضوع التسويق محتاج إلى مزيد من الرعاية والإهتمام تؤمنها بحاجة تانية يا أم محمد شكرا جزيلا بارك الله الأختنا وابنتنا نهلة من الشرقية سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا نهلة أهلا بك أستاذنا الفاضل وبرك الله فيك وعوة حميدا تسم الله خيرا لا يا كريم أن تخليك وأسأل الله بأسمائه الحسنة أن ينزل تحائب الرحمة وفيد الوفران على هذا الشيخ الجليل يا رب فقد جمع بين عذوبة الصوت وحسن الأداء مع روعة الكلمات القرآنية نور على نور أسأل الله أن ينير حياتنا جميعا بالقرآن يا رب إذ القرآن نور الحياة الحقيقي وأصل الهداية والتوفيق الرباني والسر السعادة والنعيم السرمدي قال سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه شول السلام ويخرجهم من الضومات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم فهل لا عدنا إلى القرآن يا أمة القرآن لنسترد من جديد عزتنا وخيريتنا وكرامتنا أين نحن من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أين نحن من تلاوة القرآن لنستجلب به الرحمة والثواب والغفران فمن تلا حرفا من كتاب الله كان له به حسنة والحسنة بعصر أمثالها كما قال صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يردنا وإياكم إلى القرآن ردا جميلا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا يا نهلا بارك الله وفيكي أنا الحقيقة أعايز يعني أذكر حضراتكم في حاجة بدأتها كده من كم شهر في برنامج في رحاب الأزهر وهي أنه يعني بدأت والحمد لله تعالى نتبنى كده مواهب الشباب خاصة في تلاوة القرآن الكريم تجويدا وحفظا وفي أيضا الأدعية والابتهالات هكلمكم عليها بس بعد ما نسمع هذه التلاوة الجميلة الرائعة والنادرة لحبيب فضيلة الشيخ أحمد أبو المعاطي من سورة النجم أعلاه الأمة أقمأه للعلم النافع أنواره يهدون الأمة للخير حياهم رب وفاره والعلم النافع والإحلام بالسواة على الأدعى والإحلام بالسواة على الأدعى الَّذِيَا عُسَنُوا مِلْ عُسْمُّهِ الَّذِيَا مِنْ دَلِقُوا مِنْ الَّذِيَا عُسْمُّهِ وَالْتَوَاعِ شَهِمْ لَلْبَوَةً إِنَّا رَبَّكَ وَالْتَوَاعِ وَالْتَوَاний عُسَنُوا مِنْ طَعصًا مِنْ عِيَّا عَسْمُّهِ عَسْمُّهُ وَالْتَوَاعِ إِنَّا مَتَازِعُنَّا مُتَعُّنَّا مُتَعُّنَّا 거예요 وِنَّا أَحْلِكُ الْمَعِةِ إِنَّا امَّةِ يَقْرِي شكرا 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 الله على التلاوة الجميلة اللي رائعة من هذا الصوت الشجي الندي العذب الرقيق وحضرتك بقى يعني إحنا بنجيب كده نماذج من التلاوات يعني دقائق علشان البرنامج فأنا في البرنامج مش بجيب لك ربع ساعة ولا تلت ساعة ونص ساعة انا بفتح لك طريق او بفتح لك باب انك انت بعرفك بالشيخ احمد ابو المعاطي انت ابحث بقى عن التسجيلات بتاعته اللي موجودة برا ابحث عن التسجيلات بتاعته اللي موجودة على الانترنت وبفتح لك مجال انك انت تسمع تلاوات جميلة ناخد بنتنا اسراء احمد ابو المعاطي بنت الشيخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا بحية حضرتك على البرنامج المتميز اعلام الامة وفعلا اعلام الامة و اهل العلم و اهل القرآن الله يكريمك يا اسراء بارك الله فيك انت على اسم بنتي على فكرة انا كنت دائما باسمع بابا الحاج يعني كان دائما يقول ان شيخ محمد حسان و اهلهم حبيبه و اصدقاء من زنان و هم بيقولوا برضو الله الله يكريمك يا اسراء يعني هحكي لحضرتك يعني بابا يعني هتوار حاجة جبيرة جدا جدا في حياتنا يعني كبير يكون حياتنا كلها يعني ما شاء الله فضالي اسراء يعني على الرجولة والعطف والحنان يعني Beverly hinaus سوف نتوصفش روحكيات حضرتك يعني حاجة يا حين فوق الواسط ما شاء الله ما شاء الله عليً يا ربنا اє يتغمض الواسط reinforcing يا ربي اللي انة كان دائما نهتم يعني بالناس اللي يعني يعني انه محاج writش بهتام بيهم ما شاء الله اللي يرحم ما شاء الله علي اللي يرحم الله يرحم الله يرحم احنا عرفنا عنو كتر والله يا اسراء من خلل وجودي معاكوا في البلد في الجوادية لو 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 اي حضرتك كمان لو كنت التقد بيه في حياتي وكنت تحسن يعني بتامل البرنامج مع والدك مش مع مثلا مقرق عادي مع والد حضرتك يا سلام يا سلام الله ما سوء الله عليك جادت حسن هو عنده حنان يعني نتفينش بيه ما تكلمش هو يتفين العالم كلها لو كنت هاي يعني يلتقد بيه يا سلام شوفي أهل القرآن يا إسرائيل وشعال لهم رحمن وده أهل القرآن عبد الله سبحانه وتعالى اختفاه موارثه من الكتاب وأهل القرآن أصلا ما بيموتوش أحياء بالله وأحياء في الدنيا يعني صوته لحد دلوقتي حي يرزق يعني صوته يعني كلما نسمع صوته ونطرحها معانيه أكيد أنا شفت كمان عندكو في البيت مش عارف حضرك متجوزة ولا إيه أنا شفت عندكو في بيت في بيت الوالد يعني نزالت الصور بتاعته وحامد الله يكريمه والحجة أم حامد عاملين بسترات كبيرة كده في البيت أول ما دخلت بابا ده يعني حالي كتير أول حياتنا يا أستاذ محمد يعني ما شاء الله عارف جدي يعني وأنا لحظت حاجة يا إسراء ما عرفش أنت أنت لحقت الوالد كويس الوالد لسه متوفة عشرين وحداشة أنا حضرتك ما عندي سواء عشرين سمع ما شاء الله أنت لحقت الوالد أكيد بكريم ستجارة يعني إيه حكايت يا إسراء إيه حكايت اهتمامه كده باللبس كان شيك قوي يعني لا بحضرتك بقى يعني كانت فياقة وأنهاقة وحنان وعافة ووكة وآدب يعني حاجة ما دي تخلاش الوصف كله نعم حاجة ما حطلت زي ما بقوله ومن الناس اللي مش هتكرر تاني أنا متعمي ده أسأل السؤال ده بس لأنه لا لا حضرتك بقى يعني سيكون أنا كعرف أن الحضرتك بقى معركة ومحيك في حياتي الله الله بيحب نظافة وبيحب بيحب أصلا الرئة في الكلام نغة الحوار يتم تقلق يتقلق حتى في لغة الحوار بيننا وبعدنا حتى بيعلمنا دايما نحنا نتكلم الكلام الجميل حتى دايما يشكر حتى لو طفل طغير بيشكر يقوله شكرا حتى بيتمتع بقرأة في القرآن بيحس نوع بيتقلق فيها مش بقرأة عادة نعم إن شاء الله إن شاء الله وكان دايما حتى يقول لصحابه كده إقرأة القرآن صح في شرطة إقرأة دي فلان أو مثلا دي الشيخ فلان لا إقرأة القرآن صح صحيح أنا عرفت كده شكرا يا إسراء بارك الله فيك وده يعتبر قمة البر بالوالد وحنشوف كده لقاء مع واحد من حبايب الشيخ أحمد أبو المعاطي ومن المهتمين أيضا بالقراء وهو أخي الحبيب الصحفي محمد السعاتي أعلاه الأمة أقمار للعلم النافع أنواق يهدون الأمة للخير حياهم رب وفاق إحنا دلوقتي في منزل فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي رحمه الله رحمة واسعة وإسكنه في سيح جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة دي فعلا الشقة اللي كان بيسكنها الشيخ أحمد أبو المعاطي في قريته بمحافظة الدقاهلية والحقيقة أنه عشاق ومحبوا للشيخ أحمد المعاطي كانوا كثيرين وما زالوا ما زالوا مهتمين بتراثه القرآني ما زالوا مهتمين بجمع هذا التراث ونشره وتوزيعه لأنه الشيخ أحمد رحمه الله كان موهبة كبيرة جدا وكان له باع طويل في فنون التلاوة وكان بيجيد كل هذه الفنون بيساعده على ذلك موهبته الفطرية الرائعة وحفظه للقرآن الكريم والمقامات وأنواع التلاوة والقراءات والتجويد وكل هذه الأمور كانت تساعده من محبي الشيخ أحمد أبو المعاطي أخي وحبيبي الأستاذ الصحف الفاضل محمد السعاتي وهو كما هو معروف أحد المحبين ليس للشيخ أحمد المعاطي بس وإنما هو من محبي القرآن الكريم ومن جامعي التراث لكثير من القراء وهو صحفي في جريدة عقيدتي وجريدة الجمهورية أهلا وسهلا بسهل محمد أهلا بحضركه أسهل محمد أستاذ محمد يعني يريد بندخل على طول في الموضوع وحضرك قلت لي قبل اللقاء أنه الشيخ رحمه الله كان بيحب يعلم القرآن الكريم وده جانب أنا يعني أول مرة أعرفه لغيره من القراء يريد حقيقة تذكر لنا هذا الأمر علي رحمة الله مولانا الشيخ أحمد المعاطي كان حريصة كل الحرص على الأداء القرآني وكان نعم الموجه لتلاميذه أذكر واقعة حدثت في حفل تأبين الشيخ ناصر مصطفى الزيات علي رحمة الله أذكر أن الشيخ من غيرته الشديدة على القرآن الكريم أنه لاحظ أن بعض أو أحد القراء قرأ واختتم قائلا صدق الله العظيم فإذا بالشيخ يقف وكان ذلك في ضر مناسبات مسجد النصر بالمنصورة القريبة من المحافظة وقف الشيخ مسرعا وأنا اللي كنت بقدم الحفل يا محمد هاتل الميكروفون بصرع فقدمته كنقيب القراء الدقالية وضمياط ومعلم وعقار المسجد السيدة زينب رضي الله عنه وقار عملاق إذاع وتلفزيون فضل المولانا أنا أعتقد أنه سيقول شيئا مهما عن الشيخ ناصر زيات لأنه أحد تلمزته فإذا بالشيخ يوجه النصح لتلاميذه أو لتلاميذه القراء قائلا لهم يا أولاد ما تنفعلوش أثناء التلاوة وبدأ يحسوهم على أشياء بعض الأشياء ثم ذكر من ضمن ما ذكر أما أبناء الصغار فأنا أود أن أوجههم معلوم إيه انظر رأس المحمد قطع صدق الله العظيم أنا أعزهم يقولوا صادقة عشان يظهر حرف الدال هنا الدال ليست ضاد صدقة حتى لا تختلط الأمور على بعض ده من ناحية جميلة والله جميلة جدا جدا الله يرحمك يا شيخ أحمد في حاجة تانية عايز أسأل حضرك عليها باتبارك يعني أحد محبي الشيخ أحمد هو أنه كان عنده غيرة على القرآن الكريم وكان يعني شديد الحرص عليه فإزاي كان بيبان ده في حياته لما شفت انت حضرتك الشيخ ما كانش بيتغير إلا لله أي شيء يغيره لا إلا في نقطة إن حد يخوض في القرآن يجيب رواية خطأ عفوا ينفس الشيخ كان هنا يغار تظهر ديت إمتى بقى لما الشيخ كان يبقى معه زميل فكان برضه ما يحبش حد يتكلم على الزميل فكان يهمس في أذن ويقول له اللي انت عملت ده خطأ المفروض ان انت تعمل كذا 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 الشيخ معروف عنه إن هو الناس كانت بتخاف منه على فكرة كانوا بيخافوا من توجهاته كانت اللي يطلع يقرأ ممكن يطلع مخصوصا عشان الشيخ موجود هو أكيد مش خوفه إنه احترام يا أستاذ محمد برضه ما بيلتبك عارف إن الشيخ هيمسيك له الحتة دي مش هيعدها له فطول ما بيقرأ يتصببوا عرقا خايف إن الهرم أو المثل الأعلى ولله المثل الأعلى المثل الأعلى والقدوة في التوجهات قاعد فرحمة الله على الشيخ فيه حاجات كتير آه يعني يعني ممكن نذكر منها حاجة كويسة جدا جدا تحسب للشيخ أتفضل عايز إيه يحسبه للشيخ علي رحمة الله هو أستاذنا أستاذ حامد شاهد على ذلك إنه استدعاني عن طريق الأخ النص زياد بوصفي مستشارا إعلاميا لنقابة هنا في الدقالية قال لي تجيلي حالا عشان يزاك فهم أو نصر الشيخ نصر قال لي تحضر للشيخ بسرعة يعني جيت أمري يا مولانا قال لي دلوقتي أهالي المعاشات القراء بتوع المعاشات بياخدوا 20 جنيه أنا عايز نداء لوزير الأوقاف قلت له أمري يا مولانا قال لي اكتب كتبت وكمان سجلته سجلت ما قاله الشيخ على المحمول بتاعي ممري مع الشيخ مع الأستاذ حامد قرابة الساعة وقعد يتكلم وعلى القراء الراحلين كان مهموما كان صاحب قضية بالفعل الشيخ عليه رحمة الله يحسب له عليه رحمة الله وإلى الآن قسما بالله الشيخ محمود صدقي يأتيني ومعه الصور تنفيذا لتعليمات الشيخ عليه رحمة الله إن ده من البقلية اسمه الشيخ كذا وده من الحتة الفلانية مثلا جايب له أربع صور الناس دي مشاكلها لسه ما زالت معلقة في النقابة العامة في مصر تنفيذا لوصايا الشيخ إحنا سيرين على نهجة كان الشيخ مهتما واستدعى ذلك تدخل وزير الأوقاف وجاء رد الأستاذ عاطف جلال مدير الإعلام ورئيس العلاقات العامة بالدوان عام الوزارة ورد على جريط عقداتي التي نشرت بها نشر بها ما قاله الشيخ مطالبا بحق هؤلاء فرحم الله الشيخ رحمته ناسعة وذلك جعله الله في ميزان حسناته إن شاء الله وأيضا نحن نشكركم على ما جايكم إلى هذا المكان وهذه البقعة الطيبة المباركة شكرا لحضراتكم شكرا يا سلام شكرا يا سلام كلام مريح جدا عن فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي والشيخ أحمد أبو المعاطي يعني حمله لهم هذه الأمة وحمله لهم هؤلاء القراء لم يكن من فراغ وإنما أنا يعني بس بختم بي قول السيدة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن والله سبحانه وتعالى يرفع بهذا القرآن بهذا القرآن قوما ويخفض به آخرين يرفع بهذا القرآن كل من يعمل به وكل من يحفظه لله تعالى ولذلك رفع الله سبحانه وتعالى قدر هؤلاء القراء ومنهم شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد أبو المعاطي إن شاء الله في تكملة في الحلقة القادمة لهذه السيرة العطرة للقارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي قارئ الإذاعة والتلفزيون ونقيب قراء الدقاهلية ودمياط وبيلة رحمه الله رحمة واسعة وإسكنه فسيح جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقة شكركم جدا وألقاكم على خير إن شاء الله السلام عليكم أعلاه الأمة أقمأه للعلم